اشتركوا في القناة 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 يعني خطير هيدا الجملة انه اليوم الحكيم ما بيقدر يعرف الا ما يفحص والمريض ما بيقدر يعرف لانه ما الا عوارض ما الا عوارض بيحس اخر شيء اخر شيء بالمرحلة المتقدمة بيكون اردي نفات مات بقوله خلاص يعني ما فيك هادا المشكلة بالعصب يعني اي اي دامج بيصير اي شغلة بيصير على العصب منه الا اذا كانت يعني وقت اصير معظم الناس ما بيروحوا هون ما في عندك مواضبة متابعة يعني اللي يجب على المريض اليوم يتابع يتابع تانشي في خصوصيات يعني قبل كان يحسوا انه ضغط الواطي ما في عنده ما بيكون عنده مشاكل بالعصب طلع في عنده مشاكل بالعصب يعني في عدة امور لازم لازم الطبيب مع المريض هو ينسى ويعطيه شوية ادوكيشن يعطيه شوية معرفة عن الموضوع اليوم الدور الاثنين طبيب يكون هيك اكتر يستمع الى المريض والمريض يسأل كتير حقه انه يسأل انا بحب المريض يسأل اللي بيسأل بيفهم بالضبط اول العلم السؤال وعمدة العلم تتحدد بسؤال المجيب اذا واحد عم يجيبك وعنده صبر فتحس انت مرتاحة مرتاحة مية بالمية ويتأثر سلبا ويتأثر نفسيا كتير للمريض انا بلاحظ شعلي بس لا تلاحظي معظم الأطباء ممتازين هون باللبنين تعطيه قطرة للمريض انه عندك ضغط بيروح المريض بيقطر ضغط قطرة بعد من تشهر انها مثلا بقلي بيشوف عيني بلاقي العصب رايح بقل له انت ليه عم تقطر اللي ايه من ستة شهر وقفت بتقول له وقفت الخصة الأطرة يعني لازم الحكيم يخبر المريض تعاليم انه المريض يعني مريض هو بيكون بسموه بالالماني لايا لايا انه امي بهالشيغلي هايدي مان اقتصاصه انت طبيب واش باتك تخبره انه هيدا الأطرة دائما لازم تقطر فيها مية بالمية ولازم تيجي دائما لنفحصك الضغط العين مش مرة واحدة تقطر وخلاص انتهت وبسخرة الأطرة بتكبه وكذا كذا فهي دي ولكن دللك تتابع وتكمل اليوم المريض ما بدي تكون مستلشق بحياته وخاصة العين يعني العين هي كل شيء بالنظر والنور وكل الأمور حيات العين حيات هي شغلة third world countries بحكي معك صراحة هي المتابعة من خلال هذه المرض الساد مرض الجلوكومة مية السوداء هو بده متابعة بالضبط يعني نحنا مثلا إذا شفنا مريض عنده ضغط بعينه عالية مشوف العصب هالعصب بلشين ضرب بنعمل فحص اسمه أوستي بابيلي يعني بنعمل أوبتك نيرف نعمل نعمل بنعمل أدية إشياء بحوصات نعرف بنعمل كمان كونيال ثيكنيس هاي بري امبورتن معظم من ما عم بعملوها نعم الكونيال تيكنيس كونيال تيكنيس هي سمك الكونيية سمك الكونيية لأنه المكانات اللي عملينا اللي يفحصوا ضغط العين عملينا على 530 نانوميتر للخمسمية وخمسين هلأ إذا مريض عامل لازك فرضنا أو كي أو ليزك أو كذا بكون الكونيية خفت صار عندها ثنث صارت رفيعة رفيعة أرفع فبتصير مثلا أربعمية وسبعين أربعمية وسبعين للخمسمية وخمسين عندك سيكس بوينتر يعني إذا كان عنده أيتين بكون أربع وعشرين أربع وعشرين أربع وعشرين بكون عالي الضغط صح لو قالوا أيتين بس بدك تحتي حسب الست اللي خسرهم هنيك بالضبط فعشان هيك هايدي كمان في كتير ناس شفتها عاملي لازك وهيد وصار معهم هالمشكلة هاي بما أنه حضرتك فكرت هون المشكلة وين يعني اليوم في أشخاص عملوا لازك وأكيد بيصيروا بيخافوا هل أنا عم حسن ولا أنا أزيت حالي بمكان ما لا لازك ممتاز واحد بيعمل لازك ما في مشكلة بس لازم يفحص الضغط ويقول الكورنية ثيكنس يعرف أديه مشين هو إذا كان 11 مثلا ضغط أوكي لأنه عفنا لأن الريباوند عفنا لما تكون أنت عم تعملي فحص الضغط لما تكون الكورنية ثن لما تكون الكورنية هي ضعيفة بيجي الريباوند تبعها بيجي أخف فبيتلع الضغط واطي هو منو واطي لأنه لما تكون الكورنية سميكة كتير مثلا في كتير ناس شفت ثلاثة بجمعات الماضية كان عطيونهم دواء ضغط الحكيم فحصطلهم الكورنية كورنية سميكة كتير ستمية وأربعين ستمية وأربعين ناقص أربعة وناقص خمسة ناقص طلهم ناقص أربعة وخمسة عنده ضغط عادي العصب ممتاز ما بدو أطرة يعني هيدا منو بحاجة يعني فرغيتنا نوعين من الوريد عشان هيك لازم لازم وفي فحص دقيق وتشخيط صحيح لازم نبلش أول شي بتفحص الضغط بعدين بتتسعط الضغط بأدة مرات لك هلا بيكون واحد طالع ضغطه كمان إذا فحصته هلا روح يشوفي على تلميذ تلميذ الجامعة قبل الامتحان فحصت ضغطهم بتلاقيه بالجو بعد الامتحان بتلاقيه واطي بدون الدواء عالي لا بمرحلة التعاب أو مرحلة إرهاق معين نفسية نفس الشي بالعين ضغط العين مرة واحدة ما بيخليك تحاول كيك ضغط العين مع شكل العصب هل العصب منصاب هل العصب مضغوط بيين مضغوط بيين مضغوط بيين العصب كيف شكله هل هو منصاب ولا مش منصاب فلما تعملي هالفكنيس وتعمل إشي هايدي عملت الهومور تبعي صرت بأمان أنت كنت بأمان لأنه متى محددتك عم تقول إن عمل الواجب صح والمريض رح ينعطي شاء الله نتيجة بسحيحة بعدين توجع المتابعة أول ثلاثة إشكين العالي كتير للضغط بعد ثلاثة شهور أو متابعة بعد ستة شهور بعد ستة شهور سرقص المريض كل سنة عم بيقتر هالأطرات وكذا كذا فهيدي أهم شيء المتابعة التشخيص بعدين المتابعة متابعة مية بالمية معنا صورة خلينا نبلش فيها لتشرح لنا عن المي السوداء حضرتك دكتور بيلال للناس تعرف أكتر وقت حدي إله عندك مي سوداء بصير فيه خوف خلينا نكون هالقد مواكبين شرح لنا شوي هيك عبر ما تجهز الصورة هايدي البرودكشن تبع العين نعم هايدي الأعمالية اذا صار فيه مي بصير مشكلة بصير ضغط عالي اذا صار تنفيسة قليل بصير ضغط عالي في أدوية اللي هي بيتا بلاكر وغيرها بتشتغل على البرودكشن تمام اذا خفف البرودكشن بيزنل الضغط إذا وسعت المجرة اللي بيخرج منه الماء التنفيذي كمان بنزل الضغط أوكي هاي واحدتين بهاي المسألة أنا بنصح الناس لبرايماري اللي عنده نضغط عالي بالعين يبلشوا برايماري بالليزر SLT SLT هو مجرة الدمع مجرة الماء اللي بيطلع مهنيكي هاي المشفرك هاي فيه مثل نتس هاي النتس بقلبها بيجميند نتبعered هنا بالظبط بالصورة نعم هاي называется الضبط بالزبط على فوق نعم هايذا بالطيب إulan بالبيجمينت من أخذتها إذا بيضع الصوري هي تعيت الليزر م fits حط لنا صورة الليزر لو سمحت جيدا بعدة هذه الصوره هنا عم نفرج المشاهد كيف الطريقة طريقة المييه بيطلعه وبينزله أشياء اللي ما بيعرفة بعين وش عم نتصابة نعم هاي دي هي طمام هذه الصورة مهمة كتير نعم هاي دي بالمنطقة هاي هي دا الليزر بيوسع الهجمع لالبيجمنت اللي هونيك بيوسعهن يعني كأنك انت كنزي وخطام بتوسعي هيك الكنزي اوقات بيوسعوا الفراغ بين الكنزي هذه وهي دي مصبحت هذه التاني الفرزانية هي دي غير هذه اذا عندك الانتيريار شامبر يعني الامامية القوضة الامامية تعيث العين صغيرة هي دي بتسكره هيدا هي بتعملي الليزر تاني هيدا الليزر اسمه هيدا الليزر بريفرال ايريدوتومي هيدا بتعملي خزئ صغير بقلب القصحية هيدا هيدا عندك مثلا بنية عندك خضرة عندك زعتها القصحية هيدا نعم اللوق اللقب البوبو اذا فينا نقول اللي ساحت تعبدها هيدا القصحية نعم الايرس بالانجليزي بتعملي بالايرس هاي نفسي بتنفس ما بتخليها يعمل بس هيدا بس اكيوت كلاكوما هيدا شي يعني سبشل للي عينو صغار كل واحد مثلا بلس سكس بلس سبن كل واحد بلس عنده عال كتير بكون عنده شلو شامبر معظمهم هيدا لازم ينتبه على عينو ما يوسع بوبو عند الحكيم يعني برو عند الحكيم يوسع بوبو يمكن يمسير معه مشاكل لانه القياسات بتحس اختلفت ايه نعم بيسكر مثل ما نفرجتك هاي بتسكر الواحدة هاي واحدة هون التشخيص الصحيح عم نرجع اهم الشي التشخيص الصحيح اذا ضغط عالي تشيله قطبة واحدة بالليزر نعم تشيله على مكانة الليزر بتشيله قطبة واحدة قطبة تاني ضغط بعده عالي تشيله قطبة تانية هون عم شوف الظبط بالصورة هايدي نعم ايجت هايدي المتود هاي المثل غيرت بكل شي هايدي عشرة دقائة بتفوتي بأبليكيتر بتحطي تيوب هدا تيوب بيفوت بيبقى جوه متل نفسه بس يطلع بنقت لجوه بس يطلع المي منسوب المي الضغط بنقت لجوه وهيدي ما بتسكر عادة هي بتسكر ما بتسكر لانه احنا بنعملها نيدلين بنحط الله دواء ميلحم عادة الانسان اي شي جرح او كذا بحبي بيلحم بحيدي الحالي ممنلحم ممنلحمها لانه بنحط الله الدواء ميلحم اوكي لانه ليش ما بتسرب مي لاتسرب مي لحتى ما يصير في انقطاعه وهيدي تنجح عمليات لانه اول شي ما فيها خطورة كثيرة مثل هديك الباقي القديمة والوقت اقل الوقت اقل عشر اي تن مينت بس اللي غالي فيها الابليكيتر مع تيوب فوق الالف يورو مية بالمية بس هيدا السعر الغالي ولكن قديش اختصرنا سنوات من التعب والساعات من العملية والجهد الكتير كبير حتى الكمليكيشن بكتير اقل بكتير مضعفات اقل بكتير تمام هنا عم نشوف بعدنا نفس الصورة عم نفرج المشاهد اليوم قدمة فينا عن المي السوداء عن العمليات اللي بتصير الاشي اللي بيسمع فيها اللي امرار الحكيم عفوا البيشنت بيقاله للحكيم اوكي اوكي مثل ما بدك بدون ما يكون عارف حردرتك حريص زي ما بتقوله سأل كون انت عندك معرفة وبيني اكتر لازم يسأل صدفة مبارحة كنت قاعد في شخص بيسألني سؤال قال لي انا كنت عند حكيم عند الاوبتيكا وكان في حكيم عيون هنيك وعطاني عوينات وقال لي اذا بتقرأ وما بتقرأ ما بيأسر انت عم بعد ايدك وبتقرأ وكذا قلت له هذا مش مضبوط الحقيص لانه قالك ليه انت معظم الناس بتعمل ديبريشن فيه كنات سي بري والا اذا ما بتشوف الميح تعمل ديبريشن صح تنزعج بتنزعج تنشي بتريحي حالك يعني حتى بتصيري تعباني نفسيا تعباني عادي اريه هلا بالتليفون او بخطوط واطية بتحسي هيك بكآبي بشيك كآبي دايما الانسان يلي بديو يشوف منيح يلي بديو يحس منيح ليه بقوله مثلا العين هي مرأة الروح ما ثبت اذا انت ما عم تشوف المنيح يعني عينك ما عم تشوف حضرتك لقبوك بطبيب العطاء اليوم قد انت عم تعت قد انت عم تكون واقف الى جانب البيشن وعم تعطين هاد الحالة النفسية الجيدة يعني اليوم عم تذكر شي كتير بسيط ابعد لا هاد الشي منى موجود باموسك نهائيا كله اهل حال وكله كله اهل علاج تعطين نور اكثر عندك هيك اشي شهيء يعني ليوناردو ديفانشي بيقول شي كتير مهم وانت بتتبع هاد هيك بعتقدت هاد اول الحلقة لك هي العين التي ترى الالوان وجمال هي اساس الحياة هذه قاعدتك بالحياة فكرمال هيك عم تنشر دايما النور والجمال لكل الناس اكيد اكيد ما بدنا حدا يكون لا مدايق بنظره ولا شي ابدا 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 حتى اذا بشوف واحد فرحان من عيونك مبين فرحان اذا زعلان من عيونك لو ما قال شي هو بالضبط بالضبط انت لم تقول شيئا ولكن عيناك قارك يتكير حتى بالحب كمان بالضبط فكرمال هيك نتضبط عيوننا ونحسن عيوننا في صورة قطعت خيام نحكي هيدا الدرع لانه انا اليوم لازم موجه تحيي كتير كبيرة لبلدية تحجولة قضاء بنت جبال اليوم قضاء جبال قضاء جبال قضاء جبال تحيي له من القلب لانه ابنن خليني اقول رفع اسم لبنان بالعالة بالاختراب ولكن قلبه بلبنان بلبنان انا عم برجع بغاضب هون عدة مرات بكل مواقف بكل اشياء مع اهلك ويلي بيطلع من تيابه بيعرا ولازم الانسان دائما البلد اللي خلق فيه وربي فيه يكون هالقدة يوفي لقلبه يكون عنده عطاء مسئولية انسانية واخلاقية يعني بتصور انا كل انسان حتى هالو الطب اللي عم بيهاجروا هولي بتمنى عليهم انه يتركوا فرصة للبنان جمعة على قليلة يخلوا حدا تنشيل الفايلات تعول المرضى لو سمحتوا هول الفايلات تعول المرضى تلفزون للمرضى عطيه ريبورت شو عنده اخر شي شو اخر شي مشان الطبيبي اللي عم بتابع يكون على بيين يعني مشكور على هيدا النقطة عن جد وهيدا الانسانية بحد ذاتها اليوم لانه كل مريض عنده فايل وهيدا الفايل بس يضيع او يروح بمكان تانى مبخيطة مية بالمية فخليه تابع المريض لبعضه بطريقة كتير صحيحة عم نشوف هوني كمان هيدا الصورة مع المشاهدين دكتور بلال اذا بتخبرنا اكثر كمان هيدا التيوب بس ربي هونيك وكذا وعم يفرجوكم كيف بعدو عم بيسرب ماي وما في مشكلة لانه عملانه شي اسمه نيديلينج يعني بس يسكر منفوت لجوه نحنا منفتحه بهاي المادة وبيفتح وبصير يجع يزرب مية بالمية يعني بكون على صح بالسليم متل ما بيقولوا هيدا العمليات فعلا وفرت كتير وقت وفرت كمبليكيشن اهم شي النيو تكنولوجي الحلو فيها تقنيات الجديدة عن جد قدي سهلت الحلو فيها اخر شي ننخصها بكل شي اهم شي اول شي نشوف ضغط العين بعدين سمك الكورنية بعدين حالة العصب هولة ثلاثة بيحددو انت وين وكيف هولة ثلاثة اللي حدتك عم تشدد عليهم لكل مريض عم بتابعنا اليوم يعني اذا بحال سقطت سهوا عن الطبيب يسأل طبيب يقوله اديل سمك الكورنية لا سمحت لان اوقات سمك الكورنية بيكون 550 يعني ما بدك يزيد امامة نقصة يعني بكون على صفر اذا كان عندك الضغط 24 او 26 بيكون 26 اديعا جد اذا يكون حريص ومنتباه ذكرت نقطة كتير مهمة بالبداية قلت انه هاي المي السوداء اذا المريض ما فحص ما بيبين واذا ما هو حس بشي وتوجه عند الحكيم ما معه خبر بشي والحكيم اذا ما شخص وفحص كمان ما بيبين اذا ما فحص ضغط العين ما بيبين معه شيء اذا ما فحص العصب ما بيبين عمليات للاشخاص اللي وصلوا هاي المرحلة دكتور بلالو ما عملوا اي فحص وما كان عندهم اي عوارد بتنجح بنفس النجاح او التشخيص المفكر هو الافضل بتوقفي التدهور بس ما فيك ليكي بتخبر شيء علي هلا انتي نازلة بكميون نعم بدون فرامات اوكي نعم بدهر البيدر ضرب ثلاث أربع سيارات ادامو كسروا ونكذر اوكي ركضوا الشباب وقفوه حطولوا حجارة ووقفوه اوكي منعته يتكسروا سيارات تانية سيارات كسروا ونخلص كسروا مية بالمية فهيدا هي حلو هالتشبيه حلو هالتشبيه وضيعة هالتشبيه وبالقريب انه الناس تقدر تفهم فكرمال هيك الكشف المبكر هو الاساس وصحة السلام مش مفروض يكون عنا ثقافة صحت العين مية مية انا برأيي يعني انا كتير بسألهم مثلا قديك كين ضغطك متعين انا كين منيح شو كين منيح هذا جواب مقلو عطيني رقم عطيني رقم فكرمال هي ثقافي بحد ذاتها يعني حتى تحت الهواء كنا عم تحدث مع حدثتك ثقافي انا بيستعجب اوقات في ناس بيشتروا سيارة بيعرف لك بسيارة وين بتضوي وين تطفي وين كذا بيعرف لك كل شي بالسيارة بس سألوا عن حالته ما بيعرف شي وهيدا الشي كتير صعب وخطير جدا علما انه هالسنتين خليني قول اللي قطعنا فيها كلنا وفقنا على الشي انه الصحة هي الاساس وكل شي حوالينا وامور ما بتنفع مهم صحتك تكون منيحة وعيونك منيح فكر من الهيك يكونوا هالات حارسين بدي ركز بالاي سي سنتر على طريق المطار انا بشوف ناس العمل خيري مين بحب كمان اذا يتواصل معهم هونيكي وانا يعني جاهز لأفحصهم ومعنا اي مشكلة مشكور يعني انا فوق القرد الحسن مشين يعرفوا العنوان اي كير سنتر اي كير سنتر وانت دايما حاضر وموجود دايما حاضر انا على التليفون هني البنات هونيكي كتير يعني جايدين بيتواصلوا معي الوطاب بعتولي الصور حتى ايجا ايجا مريض لهونيك انا ماني هون بعتولي الصور بقولوا شكرا اياك شو منعمل معه وكذا فبيهدوا التعليمات مية بالمية على فكرة بس هيك بس لقول المشاهد اليوم انا عم حضر للحلقة بس هيك بدي أعطي المقدمة ما عم بعرف شو بدي أقول بالمقدمة لأعطي حق للك لانه انا بشهد عطائك وبشهد انه اليوم حتى قلت على الهوى حضرتك هلأ المكان انك انت تفحص وتشخص وتنتبه لصحة وسلامت الناس بيكبر قلبنا صدقا يعني بديعه الكلمات لقدر اعطي حق لدكتور عن مجد انسان بكل معنى الكلمات يعني وجودك خارج لبنان دكتور بيلالو انت حاضر على التليفون قادر انك تتابع الانسان يلي الفاعل الخير بينبسط اكتر من اللي عم بياخد الخير صدقيني بالزبر العطاء اذا بتعطي اذا بتعطي من قلبك بتحسي بفرح مية بالمية يعني اذا نظرت على قلبي انا مثلا اذا بكون حدا فرحان انه على عينه او عم بيشوف وكذا انا بفرح اكتر يعني مرة انا مرة مريض قال لي بعد عملية القرنية هاي المرة نعم فأتلي بحسك انت فرحان اكتر مني تلاكيز فرحان النجاح نجاح مية بالمية خلييني بس اكد على موضوع اليوم في سيدة وصلت لمرحلة ميقوس منها ما بعرف قدياش هيدا الشي بيزعل علما ما بعرفها بس اذا صعب الواحد يوصل لمرحلة يقول له هالقد بدك تكفي حياتك او هيك بدك تكفي حياتك الوجع وقلم ونصرات ما فيها تشوف فاليوم حضرتك كشفت له هيدا المريضة والحمد الله هلق بتقشع وتشوف حيك تخبرنا عن هيدا والله هيدا المسألة يعني كانت هي وصارت مع اشكالات بعينها فتصل فيي اهلا وبعتولي الملاف وقلت له انتعو شرفو شفتها هون اول شي قلت له شرفي على المانيا شرفت وعملنا نجحنا العملية بنجاح وكذا بعد ما كان في كتير ناس دعوت عليها انا ايماني بالله كبير كتير بكل شيء وانا وما رميت واذ رميت ان الله هرم انا بآمن بالله سبحانه وتعالى بسدد خطاك انت اعمل فسير الله عملكم الله سبحانه وتعالى اي انسان اي شهد حضرتك انت ليه مبدع لانه بشغلتك انت بتاخدي نقط من الثقافي بعلم بالتحرك واعي بتجيبي اصوات وبتجيبي ناس مشاهدين بجيبي اجازة نفس الشي عملت طبعا باليوم ايوه حضرتك ما عم بجيبي اتنين بتعليقهم مع بعضهم كذا بشين تخدي انا عمشوف هلأ في ايش مصايب عم بصير حتى بالكادر الطمبي يعني بشكل عام هاي دي بده ساعات حدث ولا حرق ولكن الحلو اللي بده وصل الناس انه اليوم كانت السيدة بوضع ممتاز صعب جدا اليوم الحمدلله عم تقشع ومكمل حياته يعني صار عندها امل بالحياة اكتر حكينا ان احنا على الدبريشن لما يكون هيك كان عندها يعني كانت معز بهي معز بأهله معز بالدني كله خلينا اتنقى الكلمة اللي قالتها بعتقد زمن غلطانة حدا من العيلة او يمكن بنتا عندما تلقيت الموافقة استفاق فينا الامل شوف هده سعب الواحد وصل لمرحلة معهم يقشع ماشي ما فيه امل بعد العملية استفاقت فينا الحياة وهي ده رسالتك دايما بدك تعطي الحياة لكل من الان لازم لازم والله يا شعار بدني انا ما اسمع اشياء هيك بفعلا لانك انت انسان بكل معنى الكلمة اليوم بالماء السوداء بعرف انه بدي ساعات اوشي لاقوفي حقك لاقوفي انسانيتك ولاقدر اعطي حق لطبيب نفتخر فيه بالمانيا عم تمثل لبنان اجمل تمثيل وحلو اليوم نكون عم نأكد ان الطبيب اللبناني كفوق وشاطر وينشاف الحال فيه وين ما راح بيلمع خاصة عنده هاتفها اي طبيب اللي بيحب مهنته مظبوط بيعطي من قلبه بيعطي من قلبه بيشتغل لما العامل المادي لكن العامل المادي هو مهم يعني انا من روح اكفي هلا بدي اعود بيقول له انا احسن طبيب انا بحاكم بلايش بيقول له ده اتفاع كافي بزادر بزادر انا بان احسن بس انا اهم اهم شيء المادي ولا صحة الانسان انا لاكي صحة الانسان اول شيء بعدين تيجي المادي اول ما تعلمت انا بالستة وتسعين مان وتسعين بالمانيا اخدني الحاكم بروفسور على العمليات وشايف ايدي قال لي انت ايديك رهيب كذا كذا بس اقلي ليك يا ابراهيم انت بدك تتعامل مرضى امك بيك اختك خيك فاميلي لما تعاملن هيك حتصير انجح طبيب في الحالم صح صح لما تكون انت تعمل هيك لما تعاملن انت كارقام وكاديك بكيش او كذا او بتالفين للموردة بتقلها حضر قوت العمليات بتقلك ليش لحكي المريض معه مصاري مية بالمية مية بالمية وقت نشتغل هيك منشوف الفارج كنات تكسيد ابدا ما بينجح ينجح هي فترة صغيري فترة من الوقت بس مش كل الوقت لانه ما باعتقد لكن الانسان الله فار صح الله عادل بيش فيها و الله بيعطي كل واحد حسب نيتو ميونيتك صافية وحلوة وانا بفتخ اليوم كن ضيف عزيز وغالي على امل دلك تعطي هاي دي النور الحلو بعيون الناس اللي تشوف في الدنيا احضر انا بتشكرك كليا وانا يعني بشكر محطة الانبيئان اللي استضافتني وان شاء الله إلنا لقاءات ومنحكي ان شاء الله يا رب ومكتبت لشيء موضوع تاني منفيد الناس ان شاء الله انا كل شيء افادي للناس انا جاهز مية بالمية اليوم نقلهم لأي حدا عم بيعاني مميز السوداء كله إلو تقنيات جديدة وحديثة فكروا انه نحنا دغري فورا نتوجه لحتى نصحها بعد نعمل حلقة تانية نحكي عن الشبكية لانه انا بعمل تقريبا شيء 3000 ابري بالسنة تعاول الشبكية مية وانا بدي اشكرك على فكرة قبل ما اختم لانه اليوم المخرج بعتقد راح يقلي لارا خلط اهلا وسهلا فيك معنا بدي اشكرك على الابري اللي تبرعت فيها بقيمة 10 تلاف دولار اليوم لمريض سكري وصل لمرحلة متقدمة جدا بالنظر تلف بالعين حسن 3000 دولار مشكور مشكور يعني هيدا من العطاءات الكتير اللي عم تقدمة دكتور بلال عفيف ابراهيم اخصائج راحة العين والمايكرو سيرجيري ابن العائلة العريقة من قرية تحجولة في قضاء جبال كل الشكر لألك واهل وسهلا فيك معنا بكفينا كبير جراحي العيوم في فرانكفورت المانيا طبعا بكل التقنيات والحلول المتحدة اللي عم تقدمة لكل الناس بدي اطلب من كل الناس اللي عم بتتبعنا تفوت على الفيسبوك بيج الخاصة فيك وتتعرف اكتر على كل اعمالك وكل النصايح اللي بتعطيها شرفتنا واهل وسهل فيك معنا مشاهدينا لهون تنصلنا لختم هيدا الحلقة منشي جديد يعني اجمل شي بالحياة انه نشوف كل شي حوالينا حلو فالله يكثر من امثالك دكتور لحتى دايما تعطينا هيدا الصحة الجميلة وهي النظر فبعدنا مجدد معكم بكرة نستمعاتكم نكتر الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة